تواصل باريس نشطها الدبلوماسي والذي ارتفعت وطيرته في الآوينة الأخيرة من أجل إيقاف الأطماع التركية في ليبيا ووقف إطلاق النار وإعادة عجلة العملية السياسية للدوران الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين دعيا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار بحسب ما نقلت وكالة تاس هذا الموقف الفرنسي الروسي جاء عقب مباحثات بين ماكرون وبوتين عن طريق الفيديو تطرق فيه إلى مستجدات الملف الليبي وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر في الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واثق من القدرة على تحقيق التقدم مع روسيا في حل الأزمة الليبية ولفت المصدر إلى أن فرنسا وروسيا تريان أن مصلحة مشتركة تتمثل في استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها وعلى صعيد متصل دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا لوقف القتال وحثة الأطراف الخارجية على الكف عن التدخل في ليبيا البيان الثلاثي قال إن التوصل إلى وقف إطلاق النار يشكل عنصرا أساسيا لتهيئة المناخ الملائم لاستئناف الحوار السياسي بين الأطراف الليبية مشيرا إلى دعمه لكل جهود المبذولة في هذا الصدد بما في ذلك المبدرة المصرية حول ليبيا التي قال إنه ينبغي تشجيعها هذه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار تشكل عائقا أمام الأطماع التركية في ليبيا يقول بعض ويقول متابعون أيضا إن التركيا لا يكفيها السيطرة على الغرب الليبي فقط بل إن هدفها الرئيسي هو السيطرة على مصادر الطاقة المتمثلة في الحقول والموانئ النفطية